يتدحرج الغضب السياسي والشعبي في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات بلبنان على قرارات دول غربية بتعليق إسهاماتها لوكالة الأونوروة مخيمات فلسطينية شهدت وقفات احتجاجية من نهر البارد والبداوي شمالا إلى عين الحلوى جنوبا مرورا ببيروت حراك يترافق مع تحذيرات لبنانية من تداعيات أمنية لهذا القرار إذا أنتم تخلروا تقطعوا الأونوروة قضيتوا علينا أنتم تعليميا صحيا معيشيا أنتم ما عملت مخدماتكم بشكل كامل إحنا شعب بنطالب بحقوقنا كلاجئين ما بنطالب إحنا التوسل هذا حق مشروع إلا أقرة الأمم المتحدة عم يعطونا أجار البيت كان يعطونا ميصار يعطونا خمسين ونتحمل حالنا غصب يعني صراخات فلسطينيين يعيشون في مخيمات الشتات في لبنان خلال اعتصام احتجاجي أمام مقر الأنروا في بيروت تعبر عن خشيتهم من أن يشمل قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دول الشتات ومثلهم عشرات ألاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يتوزعون على 12 مخيما من شمال لبنان إلى جنوب مرورا بالعاصمة بيروت تغل المخيمات الفلسطينية غضبا ويجمع أبناؤها على اعتبار أن العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته الأنروا منذ سنوات هو حصار سياسي مالي هدفه إنهاء عملها وتصفية القضية وشطب حق العودة الملاحظ أن قرار هذه الدول بوقف تمويل العنروا ينسجن بالكامل ويتوافق مع أهداف الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء عمل وكالة العنروا لما تمثله من رمزية وتحويل قضية اللاجئين إلى المجتمعات المضيفة مخاوف الفلسطينيين النابعة من معاناتهم وافتقارهم للحقوق الأساسية تواكبه هواجس في الجانب اللبناني من تداعيات حجب التمويل عن المنظمة الأممية على الواقع السياسي اللبناني الداخلي واستقرار الإقليم الهش وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أن هذا القرار خطأ تاريخي سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل ويشكل تهديداً للأمن الإقليمي واستقرار الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء بحيث تدير الأنروا 61 مخيماً في الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأنروا في لبنان بـ 489 ألف شخص يحصل نحو 200 ألف منهم على خدمات الأنروا في لبنان ووقف التمويل سيؤثر لا شك على هذه الخدمات وبالتالي على أوضاع 80% من اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من أزمة اقتصادية حادة تعصف بلبنان منذ العام 2019 يراقب لبنان عن كثب تداعيات القرار الذي يطرح مخاوف عديدة أولها سياسية تتعلق بتوطين الفلسطينيين بعد تصفيات قضيتهم أما المشكلة الثانية فاقتصادية ما يعزز المخاوف من انفجار الوضع داخل المخيمات بعد توقف المساعدات في بلد يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية ويستقبل بالتوازي أكثر من مليوني لاجئ سوري من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا